اشتركوا في القناة بعد ان شعاع التغيير والتطوير انبلج منذ تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم في المملكة ومرت البحرين منذ ذلك الحين بمحطات عديدة دخلت من خلالها البحرين بوابة الريادة والتقدم اهم نقطة هي مثاق العمل الوطني اللي اسس لعودة الحياة البرلمانية واسس لانعاش الحياة السياسية في البحرين مثلها الدستور والقوانين وإلى آخره وبعدين طبعا الانتخابات النيابية 2002 واستمرارية الانتخابات البرلمانية على مدى 17-18 سنة الماضية هي التي عادت الحياة الى حركة العمل السياسي في البحرين العمل السياسي اللي ابتنى على عدة قواعد مؤسساتية تنظيمية بالدرجة الاولى وهذا ما شكل انه كثير من المؤسسات الدستورية اليوم اللي تعيشها مملكة البحرين والمؤسسات التشريعية والمؤسسات التنظيمية اللي تصب طبعا في المجال والعمل السياسي البناء والفعال في مملكة البحرين ثمرات كثيرة هي تلك التي حصدتها المنامة في ظل المشروع الاصلاحي ولعل ابرزها تحول المملكة الى دولة ذات مؤسسات وقانون واعتمادها على سواعد ابنائها الشباب في بناء نهضتها احنا بالبحرين شفنا عملية نضش ياسي سريعة بين بالذات فئة الشباب عندنا في المجتمع واليوم اكبر دليل تمثيل نسبة الشباب في مجلس النواب نسبة كبيرة منهم من فئة الشباب ايضا يعني نضجوا سياسيا وكل سنة عن سنة نشوف الاعداد الشباب اللي تشارك في العمليات الانتخابية او في غيرها من الممارسة السياسية اللي عندنا في البحرين نشوف نسبة تزيد والوعي ايضا يزيد عملية الطرح ايضا اصبح فيها نوض جمعيا مضامين عدة اكدتها البحرين عبر رؤاها وقد كانت المرأة في كل هذه العملية جزءا لا يتجزأ من تطورها وازدهارها